الرياضة هي شيء مهم وضروري في حياتنا فهي عبارة عن مجهود جسدي عادي أحيانا ممارسة مهارة معينة وعلينا أيضا أن نمارس الرياضة حتى نكتسب منها التميز والمتعة ونغير أيضا الروتين اليومي في حياتنا وإزالة التوتر والإرهاق واكتساب مهارات عديدة والقدرة أيضا على أن نصبح منافسين وقادرين على بناء الذات كما أن الرياضة بالإضافة أنها تجعل الجسم وممارسيها لديهم جسم جيد وصحي وأيضا مميز هناك أنواع مختلفة من الرياضات التي يمكن أن نمارسها بشكل يومي مثل اليوغا الجنباز الفروسية السباحة المشي والركض وكمال الأجسام وكرة القدم وغيرها العديد على أن الرياضة هي مفيدة أيضا للصحة والجسم فعلا يا زينب أنويات في هذا الكلام ولكن في بعض الأحيان مشاهدينا من الممكن أنها تكون مضرة إذا كانت في زايدة عن الحد لأن كل شيء زاد عن حدة أن نجلب ضد ولكن اليوم بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع وبيكون محور حديثنا هل فعلا الرياضة هي مفيدة للقلب ولو ممكن أن في بعض الأحيان زيادتها ممكن تأثر على القلب ويا دكتورنا في الستيديو دكتور رامي راشد أخصائي أمراض قلب صباحك ورد وسعاد صباح نوري أهلا سعاد بك سعادنا باللقاء بداية يعني دكتور كلنا نعرف أهمية الرياضة وفوائد الرياضة للجسم ومنها أن تقوي عضلة القلب والعضلات في الجسم وفي النهاية بنية الجسد كامل خبرنا أكثر وعرف المشاهدين عن أهمية وفوائد الرياضة إذا فكرنا نتحدث عن أهمية الرياضة وفوائدها على كل أعضاء الجسم بما فيها حتى مستوى الخلايا هتكون فوائد عديدة لا حصر له يعني أثناء دراستنا في كلية الطب كنا بندرس التخصصات المنفصلة أمراض البطنية والأطفال والعظام والجراحة وماء وإلى ذلك ما فيش تخصص إلا ونصح بأن الرياضة لها دور صحيح ما فيش أي تخصص يعني دايما يتطرق لزهننا أن الرياضة دايما بتقلل مستوى ضغط الدم نعم وتقلل مستوى السكر في الدم وبتزيد حساسية الإنسلين للخلايا تعرف أن الإنسلين دا بيفرز الجسم الطبيعي من البانكرياس فالرياضة بتخلي فعالية الإنسلين أقوى بالخلايا فده بيخفض مستوى السكر كمان بيقلل مستوى الكوليسترول في الدم وكمان بيقلل التوتر والخوف والإحساس في بعض الناس بيكون عندها إحساس أنه ما عندهش الثقة في نفسه الرياضة بتساعد هي بتحسن وضوع الثقة في النفس ضيف على ذلك تتخيلي أن الرياضة بتحسن طبيعة الجلد نفسه وبتأخر علامات التقدم الشيخوخة إزاي؟ لو أن أثناء الرياضة القلب بيضخ الدم بصورة أسرع وصورة أقوى فده بيوصل الأكسجين لكل الخلايا بما فيها الجلد لما بيوصل لها كمية دم كافية وفيها كنسبة أكسجين كافي بيبتدي يكون الكوليجين فالكوليجين ده اللي بيبين النظارة للجلد فعلشان كده تلاقي ممكن الرياضية عندها 70 سنة لا يمكن بأي حال من الأحوال تقولي أن ده عندها 70 سنة مستحيل لأن بشرتها تبينها صحية أكثر صح ودالت بسبب كل ده مثبت عن المية يعني مش كلام مرسل كمان وجدوا مؤخرا أن الرياضة ممكن تأخر الناس اللي ممكن يحسنهم كنسر حتى اللحظة ما يعرفوش إيه السبب بالضبط اللي الناس اللي يتمرس الرياضة الانستنس أو الاحتمالية لأن يحسن له كنسر ماش كبيرة وليه طبعا تفسيرات عادية ده مش هندخل فيها كمان العين تتخيل أن الرياضة ممكن برضو تحسن وظيفة العين ممكن تستغربي أن برضو بنفس السبب أن تدفق الدم لزب دكتورجين كافي لغاية العين بيخلي العصب البصري وكمان الشبكية بيوصلها كمية الدم كافية وأكسجين كافي تبقى يخلي أداء الخلايا في العين أفضل ووجد كمان أن كمان في الناس بيشتكوا من التفاح في ضغط العين أو بيسموها الميا الزرق دي ممكن يبتد يحصل لها انخفاض وتحسن مع ممارسة البلد أكيد دكتور بعض الأحيان بعد ممارسة الرياضة حسب الإجهاد ممكن تسارع في دقات القلب فهل هذا الإجهاد يعني أول مجهود بعد ممارسة الرياضة معينة أو تمارين أنه فقط يؤثر على عضلة القلب أو يؤثر على أعضاء الجسم بشكل عام هو دايماً التسارع بيبتدي يحصل للمبتدئ في الرياضة لكن الرياضة المحترف ده ما بيحصلوش والدليل على ذلك لكن أي حد بيجي لنا في عيادة القلب بيشتكي من تسارع في ضربات القلب أول نصيحة من أنصحه هي أنه يبدأ يمارس الرياضة يا دكتور أنا إزاي يمارس الرياضة وأنا عندي تسارع فعلاً يستغرق القلب بداية بيبتدي أول ما تمارس الرياضة ده يعتبر شك للجسم فبيبتدي يفرز أدرينالين الأدرينالين ده اللي احنا بنسميه هرمون وخوف بيخلي ضربات القلب تكون سريعة تمام؟ ولكن بعد فترة الجسم طبعاً جسم عنده زكاء خارق بعد ما فترة بيبتدي الجسم يحس أن الرياضة دي بقت شكلي روتيني فيبتدي يعدل من وضع ويعدل من وضع إزاي إنه هو يحول الكتلة العضلية تبتدي تزيد بسارات الدم تبتدي يحصل لها اتساع فوظيفة القلب مع استمرارية الرياضة بيبتدي ضبطات القلب تقل نعم بالدليل على ذلك أنه نحن ممكن نلاقي الرياضي النبضي بتاعه 35 أنزين يعني دكتور ذكرت الحين بأن الرياضة تسبب باتساع الشريين ومنها أنه تقلل من حدوث يمكن المشاكل مثل الجلطات وغيرها ولكن في بعض الأحيان الرياضيين أيضاً بسبب هذا الاتساع اتساع الشريين يسبب عند البعض الشقيقة وصداع النصفي بسبب اتساع الشريين خبرنا أكثر عن هذا الموضوع أنه كيف من الممكن أن الرياضة تحمي القلب وأيضاً في نفس الوقت تحمي من الصداع والشقيقة والصداع النصفي لأن أيضاً آلامهم لا يستطيع الإنسان تحملها بصراحة دايماً زي ما أنت قلت في بداية الحديث أن اللي يزيد عن حده ينقلب ضده الرياضة دايماً كل المجامع العلمية بتجمع أن الرياضة هي الرياضة متوسطة القوة وما فيش حد كان بين صاحب الرياضة العنيفة طيب متوسطة القوة دي إزاي أعرف أن الرياضة دي متوسطة القوة؟ هي لها حزبة معقدة شوية لو إحنا عايزين نبصتها هنقول أي واحد عنده 20 سنة ما نفعش نصحه بالرياضة لواحد عنده 60 أو 70 سنة طيب نحسبها إزاي؟ 220 اطرح منها عمرك ده معدل النبض اللي ممكن تستطيع البناء آدم أن يتحمله بدون أي مشاكل يعني فرضاً واحد عمره 40 عام أطرح 220 منها 40 يطلع 180 180 ده المكسيمم اللي هو ممكن يتحمله طيب لو رياضة بتستهلك 50 ل 70 في المية من الرقم ده يعني من 90 إلى تقريباً 70 في المية من المية والثمانين تقريباً تطلع كم؟ 100 أو شيء مثلاً من 80 إلى 120 ده بيسموه moderate intensity exercise يعني الرياضة المقبولة أنه يمشي يومياً 30 دقيقة خمس دقيقة نعم طيب لو أنا استهلاكي أو نبضي علي أكتر من 120 في المريض ده اللي هي ما بين 70 لأكتر غاية 85 في المية ده بيسميها vigorous exercise أو هي الرياضة العنيفة شوية نعم دي ينصح بيها أن هي تكون 75 دقيقة في خلال الأسبوع كله يقدر يقسمها كما هو يعني كما زي ما يريد وفي بعض الناس نصحت أن يكون ميكس بابين لتنين تمام دايماً الصداع والشقيقة دي بتكون لها عوامل معقدة تمام لازم يتشخص إيه السبب الأول إيه السبب عادةً بيكون سببها الاسترس والرياضة من الحاجات اللي هي بتحسن الاسترس تمام يعني وجدوا أن الناس اللي بتمارس الرياضة مخه بيفرس حاجة اسمها اندورفنز صحيح اندورفنز دي اللي هي مصنعة أساساً بره لها المورفين لكن دي لا يفرزها جسم إلا بعد مرور 20 دقيقة من الرياضة عشان كده الرياضة 150 دقيقة في الأسبوع أو 75 دقيقة تكون الرياضة أكثر عمف يعني الرياضيين أقل عرضة للإكتئاب صح صحيح مضبوط أكيد الرياضة تقلل التوتر لكن دكتور نرجع لموضوع الوزن طبعاً ثبات الوزن أو نسميه الوزن الثابت أكيد الجميع يطمح للوصول لهذا شيء أكيد طبعاً عن المارسة الرياضة واتباع نظام غذائي معين لكن ما علاقة الوزن بالقلب وأمراض القلب بشكل خاص دايماً إحنا عندنا في مرضى يعني مرضى القلب عموماً بيشغلنا حاجة اسمها عوامل الخطورة يعني إيه مش كل مريض أقدر أحطه في نفس الخيانة بتاعته في مريض بيجيلي عنده 70 سنة عنده ضغط عنده سكر عنده بيدخن كل دقيقة ما همسميها عن عوامل الخطورة ومنها كمان زيادة الوزن زيادة الوزن دي بتقابلنا مشكلة كبيرة لأن دايماً معظم العينين دول بيصحبهم اللي يكون في زيادة في الكوليسترول وزيادة الكوليسترول دي لما بتزيد عن حدها بيبتدي يحصل تراكم في شرايين طبعاً لما بيحصل تراكم في شرايين بيبتدي المجرى بتاعت ده بيحصل فيه تضيق تضيق ده على مدار سنين بيبتدي يزيد 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 لغاية ما بيوصل في مرحلة من العمر يبتدي يحصل له ألم في الصدر الألم دي عبارة عن إن القلب بيشتكي إن كمية الدم اللي وصله مش كافية فمع بس ده أي مجهود عضلي أو يطلع هتشكوة المريض بتكون كده أنا بطلع سلم أو أمشي 500 متر حس إن فيه حد طبع على سدري أو فيه ألم شديد أو حرقان كل أحد بيوصفها بالوصف اللي ممكن يوصفها الرياضة ده بقى لو هو بدئها من عمر صغير بيمنع تراكم الكوليسترول ده في الدم وكمان فيه ميزة تانية إن كمان الرياضة لقوا إن هي بتزود مستوى الكوليسترول النافع اسمه الكوليسترول العالي الكسافة بتزود المستوى الكوليسترول ده النوع الوحيد النافع في مكونات الكوليسترول نعم فلو شفنا كمية أو التأثيرات الإيجابية على القلب وعلى الشرايين تأثيرات رهيبة لدرجة إنها بدأت توصف لبعض الناس كجزء من العلاق مش كرافاهية في بعض الناس بتحذف كلمة مارس الرياضة بيحذفها بحس إن شيء مش مهم إن شيء إضافي في حياتك وعايز أقولك على حاجة تانية خالص في بعض الناس لما بيتمارس الرياضة لفترة طويلة بيبتدي الجسم يفرس حاجة اسمها يعني إيه بيبتدي يخلق مصارات بديلة للدم وده شيء يمكن يكون غريب بالنسبة لنا شوما إزاي في بعض المرضى اللي بيفضوا الجراحة القلبة مثلا بيكون عنده الزادات في الشرايين بعد ما يبتدي المارس الرياضة بنظام معين طبعا بيزاي أي مرض طبيعي أو واحد طبيعي بيبتدي تخلق مصارات للدم بديلة تمام حتى لما تشوفي منظر الأسطرة في العين ده بعد فترة طويلة تلاقي منظره غريب شرايين بديلة بدأت تعمل زي أنفاء بديلة توصل الدم بصورة أفضل وكذلك على مستوى العطلات كمي جميل دكتور أغلبية اللي مرسون الرياضة يحافظون على وزنهم من الزيادة وخاصة إذا ما كانوا من الأشخاص اللي يرقبون نظام الغذائي أو أن يرقبون أنفسهم في السعرات الحرارية اللي كل يوم يأخذونها بحسب الجداول ولكن أيضا في منهم يحاولون أن يسوون يعني كنترول على هذا الموضوع من عدم زيادة الوزن ولكن كيف بإمكاننا أن نحن فعلا ما يزيد وزننا من خلال الرياضة من خلال الرياضة الوحدها ما ينفعش لازم يكون في توازن ما بين الغذاء والرياضة مكملين لبعض الجسم عنده input and output أنت اديت جسمك 2000 كالوري في اليوم إذا طلع 2300 وزنك هي نعم إذا طلع 1800 الجسم يحتفظ بالـ 200 كالوري الزيادة فدي ممكن كل واحد بيكون طبعا أن حرق كمان الكالوريز بيختلف من شخص آخر بيتدخل فيه عوامل جينية وقوة الرياضة اللي بتعمليها ومدة الرياضة اللي بتعمليها فبيكون توازن دايما حتى الشخص العادي بعد فترة بيبتدي يعرف أنا لو أكلت الكمية دي وعملت الرياضة للوقت ده هيحصل لي سبات في وزني تمام؟ يعني هي الفكرة أن الإنتج بتاعي أو الكمية الكالوريز اللي أخذتها هي نفس الكمية اللي أطلعها عن طريق الرياضة نعم أكيد دكتور أمراض القلب طبعا في بعض الناس دائما تظن أنها دائما تصيب مثلا كبار السن ولا تصيب مثلا الأطفال أو الشباب لكن حابين نعرف معدلات الإصابة بين الشباب والأطفال وأيضا كبار السن طبعا هو كان يعتقد قديما أن أمراض القلب دائما تصيب دي أمراض شيخوخة أمراض كبار السن ولكن بدي تختلف من دولة لأخرى يعني لو دولة معظم أهلها من العمال اللي هما بيمارسوا عمال بدنية عنيفة تلاقي مستوى الأمراض القلب بحصل في سن بتقدم شوية لكن للأسف مع زادة الرفاهية وبقت كل شيء سهل كل شيء بروموت كنترول يعني أنت هتستغربي لما تلاحظ أني تلاقي شاب عنده 28 سنة وعايز يعمل باركينج أو يركن السيارة بتاعته قدام الباب حتى مش بعيدة 100 متر صحيح ويتم نصها هيدور في الباركينج أنه على باركينج عند الباب فده طبعا بدأ يظهر أمراض القلب في سن أصغر يعني إحنا للأسف بدأنا نشوف أمراض القلب في أمراض في العشرينات وفي الثلاثينات وده يمكن مثلا من فترة طويلة ما كانش موجود صحيح ليه بسبب الرفاهية بيأكل فيش حركة فيش مجهود بدني ونضيف عليها طبعا لو عنده عامل خطورة أخرى اللي احنا تكلمنا عليها في الأول ولكن في المجمل طبعا بدأت فعلا تظهر في سن صغير وكان دايما مستبعد زمان لما يجي لي واحد عنده 30 سنة بألم أن ده مستبعد يكون بالقلب لكن دلوقتي لا مبقاش مستبعد نعم دكتور يقال بأن فترة الفترة المسائية إذا سوينا رياضة من ممكن أن تحرج الأكل أو الكمية الطعام اللي أكلناه خلال اليوم ولكن صباحا هي تعمل على حرق الدهون المخزنة في الجسم صحيح أو لا بصراحة هو الكلام على توقيت الرياضة كان فيه أكتر من كلام وهتلاقي كلام وعكسه نعم لكن احنا كان الكلام الأكتر أنه هو الرياضة على معدى فاضية ده بيحرق كالوريس أكتر وبيبدأ بالدهون المخزنة نعم تمام ولكن لو واحد ظروفه لا تسمح أن اللي هو يمرس اللي يرضى بالليل فاحنا ما ينفعش نيفيل له الباب ده لازم نسيب له الباب مفتوح تمام لأن ما ينفعش كل ما أريد نقوله لا لازم تمارس رياضة الصبح طيب واحد يشتغل من الصبح لغاية الساعة خمسة أو ستة ما عندهش المجال أنه هو يعمل ده يعمل إيه لازم يكون الباب مفتوح حتى لو هو هيستفيد استفادة ولكن أقل أفضل أنه لا يستفيد نعم وإذا سريعا دكتور وإذا سوى رياضة وعجبها نام على طول شو يصير في الجسم تم يحرق ولا لا؟ عادة بعد ممارس الرياضة ما يقدرش يدخل ينام على طول عادة بيحتاج فترة ساعتين يقال أن فترة ساعتين بيكون فيها الموت كويس جدا تمام؟ ولكن أنه مارس الرياضة وينام على طول إذا كان هو حابب يعمل كده ما فيهش أدنى مشكلة على صحة أكيد نورتنا دكتور رامي راشد أخصائي أمراض القلب في هذا الصباح وشكرا على المعلومات اللي زودتنا فيها أشكركم بي يعطيك العافية شكرا على المشاهدة